رسمياً لم يعد في العالم وجود للأسلحة الكيميائية المعترف بها والمخزونات المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه الإعلان التاريخي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيموية عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تدمير آخر ما تملكه بلاده من هذه الأسلحة العملية التي بدأتها واشنطن عام 1997 1997 عندما وقعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة انتهت أخيراً بأمان وهو ما يقرب البشرية خطوة إلى الأمام نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيموية وفق بيان لرئيس الأمريكي واشنطن أصبحت آخر الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيموية تنفيذاً لالتزاماتها بعد أن دمرت الدول الأخرى أكثر من 70 ألف طن من أخطر السموم في العالم بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيموية وفي بيانه شجع بايدن بقية العالم على توقيع اتفاقية العام 1997 من أجل أن يصل الحظر العالمي للأسلحة الكيموية إلى كامل نطاقه دعياً روسيا وسوريا تحديداً إلى الامتثال مجدداً للاتفاقية والإقرار ببرامجهما غير المعلنة المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس أكد في بيان أن تدمير كل المخزونات المصرح عنها من الأسلحة الكيموية هي محطة مهمة لكن المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام حذرت من أن استخدام هذه الأسلحة في الأعوام الماضية يعني أن على العالم البقاء يقظاً حيال انتشارها خصوصاً للمخزونات السرية ترجمة نانسي قنقر